هذا الخبر ممكن أقرأ أنا أخليهولك سكعلي يزداد سني أسلحتك لأن أنا عارف شمرت قد خاب مسعاهم يزداد إقبال الرجال بالذات الشباب على الصلاة الرياضية للحصول على جسم رشيق وصحي وتبرز فيه العضلات بشكل واضح من الأماكن التي يصعب على رجال التحكم بها هي منطقة البطن والأرداف لتراكم الدهون فيها ليلجأ العديد منهم إلى عمليات نحت الجسم للحصول على الهدف بسرعة فكيف تتم هذه العمليات وهم ما هي آخر التقنيات في هذا المجال الله يستر من الدكتور جمال المزيد ينضم إلينا من الرياضة الدكتور وجمال جمعة استشاري جراحة التجميل أهلا بك معنا دكتور صباح الخير وعش من شافك وعودة جديدة لصباح العربية نحن متأملين فيك كل خير يا دكتور لا تشمت مروح هو خائف حاسس بالقلق ما عليك ما عليك أنا ضبطك عادل أنا مايك خلاص مين يدينك يا دكتور جمال دايماً يتهمون أن نقري عشان نعمل عمليات التجميل للوقت هم يتصابقون مع النساء حتى يعني عايزين يوصلوا الأحلى صورة ليهم ويعملوا حالات من النحط وعمليات متخصصة لأكثر جمالاً وأكثر إشراقاً فخلينا نتكلم يعني دلوقتي حتى سيكس باكس يعني بيدوروا عليها ويشوفوا عمليات لهذا الموضوع عشان ما يضيعونش وقتهم في الجيم أو الصلاة الرياضية من هم أو من هي الفئة المستهدفة في هذا الموضوع متى يأتي إليك المريض؟ والله المرضى يأتوا من الجنسين الذكر والأنثى للحصول على جسم رياضي متألق ورياضي جذاب يعني الجسم الرياضي الممشوق أصبح الآن هو المطلوب وهو المرغوب لدى الجنسين الرجال والنساء بس النارضة هم نتكلم عن الرجال دكتور الرجال نعم هم بيعملوا زي ما قال أخي عادل لكم أنتوا النساء هايوا بك يعيني عليك يا دكتور فالعمليات العمليات هذه تجرى لغرض إظهار العضلات الموجودة أصلا إذا كان الشخص مثلا يلعب رياضة ويمارس الرياضة لكن في أماكن التي يسموها exercise resistant fat الأماكن الصعبة التخلص منها لا بالرياضة ولا بالحمية فالرجال يلجأوا إلى هذه العمليات هم ما يعملوا العمليات مباشرة يعني غير النساء هذا آخر حل بالنسبة للرجل دائما أنه يلجأ لإجراء عملية بعد ما تفشل المحاولات الأخرى لما تفشل المحاولات الأخرى يلجأ إلى إجراء عملية لتصحيح الوضع لأنه يتعب في الجيم لكن ما بيشوف نتيجة واضحة دكتور جمال يعني اليوم خلاص تحولت من آخر العلاج الكي إلى آخر العلاج التجميل يعني اليوم ما العمليات التي من الممكن أن يلجأ إليها الرجل لعمليات نحت الجسم بمعنى أنه والله كل جسمة سيتغير ولا بس فقط هذه المنطقة المحيطة بالبطن وهذه الدهون وين تودونها؟ لي أنا عندي أشفطوها الله الدهون هذه طبعا المتراكمة في المناطق البطن نوعين دهون تحت الجلد ودهون داخل البطن بين الأمعاء الدهون التي تحت الجلد هذه اللي نشفطها بينما الدهون التي داخل البطن بين الأمعاء هذه ما نقدر نعمل فيها شيء هذه لازم لها أنها تنحرق بالحمية والرياضة فنحن نخلص من الدهون اللي تحت الجلد الدهون هذه هي اللي بتسبب طبقة ما بين العضلة والسطح الخارجي الجلد فتغطي العضلة وما تبرز العضلة بشكل واضح فالإنسان يتمرن يتمرن لكن الطبقة هذه بتغطي العضلات اللي المفروض تكون واضحة العلاج كان في السابق أنه بس نستعمل أمبوب الشفط ندخل نمبوب الشفط تحت الجلد ونسحب الدهون تطورت العملية لأنه الدهون تخلصنا منها لكن مشكلة باقي أنه في جلد مرتخي إيش اللي نسويه في الجلد المرتخي فتطورت العمليات أصبحت الآن بنعالج بالألترا ساوند بالريديو فريكنسي والآن الشيء الجديد واللي طلع مؤخرا واللي بدأ ينتشر في نهاية 2020 وبداية 2021 الشفط بالغازات النبيلة لا هذا شنه هذا سمعتوا فيه الغازات لا والله ما سمعت أيوة هذه في السابق كنا نترك الجلد على أساس أنه هو يكش من نفسه طيب الآن بعد ما نخلص من عملية ذابط الشحوم ندخل غاز من الغازات النبيلة اللي هي غاز مثلا الهيليوم غاز الأرغون ندخله تحت الجلد يعني نضخ الغاز تحت الجلد وبعدين بنولع في الغاز بعدين بنولع فيه آسف والله دكتور جهد تولع يعني بتولعه في المريض يعني ما بنولعش في المريض بنولع بنولع شرارة بسيطة باستخدام راديو فريكونسي هذا الغاز ما يولع الغاز هذا غير ملتهب غير مشتعل يعني ما تحرق فبعد ما الغاز هذا يتفاعل مع الطاقة اللي وصلته يتكون حرارة الحرارة توصل إلى 41 درجة تحت تحت الجلد أيوا فالدرجة الحرارة العالية هذه بتخلي الألياف تنكمش والجلد يكش وبالتالي يساعد على أنه الشكل الخارجي يكون أملس أكثر هذه مفيدة كمان بالنسبة للنساء من اللي عندهم سلولايت بس دكتور عايز أسألك أو استفسر منك عن الشفت أنت ذكرت نقطة الشفت وبعدين ما تكلمناش عن النحط إزاي بتوصلوا أنه أنتم تعملوا سيكس باك أو هذا الشكل الأنيق واللي هو حبه بجسم رياضي طيب السيكس باك تتعامل بطريقتين إما أنك بس تشيل الطبقة الدهنية اللي فاصلة ما بين الجلد والعضلات فتبرز العضلات إذا كانت العضلات واضحة وقوية الطريقة الثانية اللي هو خداع البصر كيف خداع البصر يعني نخلي طبقة الدهون في الوسط ونمسح الدهون الجانبية فتظهر كأنها بلوكة في الوسط من الدهون وبعدين الدهون هذه ننحتها يعني نسوي فيها خطوط بحيث أنه تظهر كأنها سيكس باك هذه بالمنظر منظرها جميل لكن بالملمس دهون لما تلمسها تحسك الناس فنج فتكون يعني تستغرب إشهة الشكل هذا والملمس هذا فطبعا هذا بس للنظر وليس لللمس لا تقلق ما ننظر بس طب دكتور هل هذه الحاجة الثانية بس خلينا تفضل يلا قول الحاجة الثالثة الحاجة الثالثة أنت سألت الدهون هذه وين نوديها ممكن نحق إن العضلة بالدهون يعني نستكشف وين العضلة ونحط الدهون جوتها فلما نزيد وزنك تكبر عضلاتك فكرة حلوة عادلة ولله فكرة حلوة ولله دكتور أنا ما أدري أنا عندي الرجل من غير كرش كالإمبراطور بلا عرش فخل الكريشتنا زينة خلني أسأل دكتور بس سريعا بعد إذن زميل ماجد هذه الدهون إذا شلناها سواء بالغازات النبيلة أو حتى بالطريقة العادية المكان الذي أزلنا من الدهون لا يطلع عليه دهون مرة ثانية يقولون يطلع مكان ثاني هذه العضلات أو الأماكن تموت لا يطلع فيها دهون لا تجمع نعم كل منطقة في الجسم فيها عدد معين من الخلايا الشفط يشيل العدد هذا مثلا كان فيها مية خلية شلنا منهم تسعين خلية باقي عشر خلايا الباقي هذه العشر خلايا لها قابلية للتوسع في الحجم مش في العدد العدد يبقى عشرة لكن الحجم ممكن يكبر لكن لا حد معين فالدهون ممكن ترجع لكن ما ترجع بنفس الكمية بنفس الكم الدكتور جمال جمعة استشاري جراحة التجميل قال لكم على طريقة يديدة وهي الغازات النبيلة اللي يحقل فيها الجسم غير ما تولى بالمرض شكرا 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 دكتور جمال شكرا 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 اشتركوا في القناة